السلام عليكم يارب تكونوا كويسين وبخير النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا هنستخدم فيه العقل اللي هو المستشار الامين اللي ما بيخونش صاحبه ابدا قولي دايما بيفتين بالحق لانه بيقدر يفرق بين الحق والباطل وهنلاقي ان دايما اهل الفكر اللي بيستخدموا عقلهم هم اول ناس اللي بتؤمن بالحق وهنلاقي كمان ان عدم استخدام العقل هو سبب وجود اهل النار في النار بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فيه اصحاب السعير صدق الله العظيم طيب يلا بينا نبدأ موضوعنا هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن رفض كتير من الناس انها تسمع دعوة الامام المهدي ناصر محمد اليماني بحاجة ان اسمه مخالف للحديث اللي بيقول اسم المهدي بيواطئ اسم الرسول فاول ما تقوله الامام المهدي ظهر واسمه ناصر محمد يقولك كذاب من غير ما يسمع هو بيقول ايه ولا بيدعو الايه فاستنى منتظر الامام المهدي يكون اسمه محمد بن عبد الله والشيعة منتظر الامام المهدي يكون اسمه محمد بن الحسن العسكري لكن في الحقيقة الفرقتين اساءوا فيهم معنى التواطئ في الحديث الشريف وخلوني ارى لكم اقتباس من بيان للامام المهدي ناصر محمد اليماني بتاريخ 18 ابريل 2007 الاقتباس بيقول اخي الكريم انا لست المهدي الذي ينتظره الشيعة على ان يخرج من سرداب سام الراء الذي يسمونه محمد الحسن العسكري ولست المهدي الذي ينتظره معشر اهل السنة والذي يسمونه محمد بن عبد الله فما انظر الله بهذه الاسماء من سلطان فان بعض ائمة هاتين الطائفتين من السنة والشيعة قد خالفوا ما نهاهم محمد رسول الله وانظرهم بان لا يسموا المهدي المنتظر بغير اسم المهدي المنتظر وذلك حتى ظهوره ثم يعرفهم باسمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سماه فقد كفر ومعنى الحديث بان محمد رسول الله لم يخبر باسمه احدا كما امره الله بذلك وامر المسلمين محذرا لهم ان يسموه بغير اسم الصفة المهدي المنتظر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا امته من سماه فقد كفر اي انه سوف يكون اول كافر بامره حين الظهور نظرا لانه قد جاء مهدي بغير الاسم العقائدي الذي ورثوه عن ابائهم الاولين ومهما اختلقوا له من الاسماء لا ينبغي لهم ان يصادفوا اسمه الحق والذي سماه به ابوه ناصر بقدر من الله وكذلك اسم ابيه محمد بقدر من الله وذلك حتى يواطئ اسم محمد رسول الله اسم المهدي الحقيقي في اسم ابيه وذلك حتى يوفق الاسم الخبر فيكون عنوانا لامر المهدي وشأنه في العالمين لذلك لم يقل رسول الله اسمه اسمي فهذا حديث مفترة بل الحق الحديث الآخر يواطئ اسمه اسمي انتهى الاقتباس طيب خلينا نفهم المقصود من التواطق في الحديث لو حد فتح القرآن والمعجم وبحث فيهم عن معنى التواطق هيلائي ان التواطق معناه التوافق مش التطابق وهديكم مثال عشان نفرق بين التوافق والتطابق لو قلت تواطئت امريكا وروسيا على حرب الاسلام هل ده معناه انهم اتفقوا على حرب الاسلام ولا تطابقوا على حرب الاسلام اكيد معناه انهم اتفقوا على حرب الاسلام ومن خلال المثال بنفهم ان التواطق معناه التوافق مش التطابق وممكن تتأكدوا من الكلام ده من علماء اللغة العربية اما التطابق معناه التماثل فمثلا الاسم محمد يطبق الاسم محمد والاسم عمر يطبق الاسم عمر المهم لو الحديث كان قال يطبق اسمه اسمي كان فعلا لازم اسم المهدي يكون زي اسم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الحديث ما قالش كده الحديث قال ان اسم المهدي هيكون موافق لاسم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أما بالنسبة للحديث اللي بيذكر أن اسم المهدي هيكون مواطئ لإسم الرسول وكمان مواطئ لإسم أبيه خليني أرى لكم الاقتباس ده من بيان للإمام ناصر محمد اليماني بتاريخ 8 مارس لسنة 2008 الاقتباس بيقول وليس للدين علاقة بوالد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عبد المطلب ولم يأتي المهدي المنتظر ناصرا لمكان عليه عبد الله بل ناصرا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحكمة من بعث المهدي المنتظر هي لنصرة ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله وسنة رسوله ولا علاقة لأمره بوالد الرسول وما كان عليه من دين الوثنية فلماذا تريدون اسم المهدي المنتظر لابد له أن يواطئ كذلك لإسم عبد الله فأين الحكمة؟ بل أضاع الحكمة من الحديث بإضافة اسم والد الرسول إلى الحق ولم يأتي المهدي المنتظر لنصرة دين الوثنية التي كان عليها عبد الله بن عبد المطلب بل جئتكم لنصرة ما كان عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجعلنا الله نبيا ولا رسولا بل جعل الله في اسمي خبري ورايتي وعنوان أمري ناصر محمد تصديقا لحديث محمد رسول الله الحق يواطئ اسمه اسمي ولم يقل اسمه اسمي إذن لذهبت الحكمة من التواطئ ولا ينبغي أن يكون اسم المهدي محمد إذن لذهبت الحكمة من التواطئ بل يواطئ الاسم محمد في اسم المهدي ناصر محمد وبذلك تنقض الحكمة من الحديث الحق فجعل الله موضوع التوافق والذي هو نفسه التواطئ لاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اسمي في اسم أبي ناصر محمد وذلك لأن المهدي المنتظر لن يأتي بدين جديد بل ناصرا لما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى الاقتباس وفي النهاية الاسم مش هو الحجة والدليل على أن نصر محمد اليماني هو المهدي أو لا لأن بالاعتقاد ده النصارى هيكون لهم الحجة على المسلمين أنهم يكذبوا بنبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله عيسى بشر النصارى برسول هيجي من بعده اسمه أحمد لكن الرسول جي اسمه محمد لكن دي ما كانتش حجة على محمد رسول الله للنصارى لأنهم شافوا أنه بينطق بالحق اللي جيه في الإنجيل والتوراه بغض النظر عن الاسم لأن المهم هو العلم زي ما ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والآية دي بتتكلم عن برهان الخلافة والإمامة أو بمعنى آخر بنفهم منها ربنا بيمد خليفته في الأرض بإيه يكون دليل إنه فعلا مختار من عند الله فلو تدبرنا الآية هنعرف إن نبي الله هارون بيقول لبني إسرائيل إن ربنا بعث لكم طالوت يكون ملك عليكم لكنهم اعترضوا وقالوا إزاي هو ملك علينا وهو مش من بني إسرائيل أصلا والأولى إن ملكنا يكون مننا فشوفوا رد نبي الله هارون عليهم قال لهم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وبما إن ربنا هو اللي بيختار خلفائه فاختار طالوت يكون إمام لبني إسرائيل وأيده ببرهان الخلافة اللي هو زيادة البسطة في العلم فيكون أعلى من الناس بكتاب ربنا اللي موجود في العصر عشان يقدر يحكم بين الناس في اللي هم مختلفين فيه فيوحد صفوفهم ويقويهم ويتصدى للتفرق اللي بيحصل بسبب اختلاف الناس فيما بينه وبيؤدي لضعف الأمة كلها بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فعشان نتأكد إن كن ناصر محمد اليماني هو الإمام المهدي أو لأ لازم أولا ننيب لربنا بتجرد إنه يهدينا للحق وقاصد بتجرد يعني بدون حكم مسبق إنه كذاب أو صادق لإني ما عنديش دليل ثم نبدأ نشوف هل فعلا ربنا أيده ببرهان الخلافة والإمامة هل فعلا هو أعلم أهل الأرض بكتاب الله وده هيتم عن طريق تدبر بياناته اللي بيكتبها في الموقع الإلكتروني بتاعه وفي النهاية أحب أفكركم بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرة فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأحب أفكركم بقول الله تعالى قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد صدق الله العظيم فأتمنى من كل الناس إنهم يسيبوا حجة الجدال في الإسم ويبدأوا في حجة الجدال في قوة وسلطان هلم الإمام ناصر محمد اليمين وبكده أكون خلصت كلامي معاكم عن إسم المهدي المنتظر من اللي تعلمته من بيانات الإمام ناصر محمد اليمين وهسيب لكم لينكات للبيانات اللي بتتكلم عن موضعنا تحت الفيديو والسلام عليكم